ممدوح ممدوح النحاس هيكلمنا على البيوميكانيكس وفي ديابيتيك فود الحقيقة موضوع يعني كويس هو صعب شوية بس يعني ان شاء الله احنا حنفهمه كويس مع الدكتور ممدوح ان شاء الله شكرا جزيلا وشكرا للدكتور مصباح على الدعوة الكريمة وشكرا لكل الجروب زي ما قالت الدكتور حنان فعلا المؤتمر ده بيبقى له مكانة خاصة عندنا لانه من اوائل المؤتمرات اللي بنشارك فيها ودايما الواحد بيبقى حاسس انه لازم يعمل مجهود في المحاضرة هو الحقيقة احنا دايما متعودين ان الضيابيتيس ده بايو كيميكال ديزيس وارقام وكده لكن ان يبقى ميكانيكال اسبكت دي حتى مش منتشرة قوي هو الحقيقة الفوت ميكانيكالي تعتبر معجزة معجزة ليه لان احنا ما نقدرش نتخيل ان في حاجة ممكن تقف على تلات رجلين اصلا فما بالك الانسان اللي بيقف على رجلتين اتنين وبطوع الانسروبيولوجي دايما يتكلمه الانسان مميز بانه بايبيدل بانه بيقف على رجلتين اتنين ودي حاجة كبيرة مش كده وبس الانسان بيقدر يعمل حاجات مفيش اي مكنة في الدنيا ممكن تعملها الانسان بيطلع على صخور مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعمل كده طب الانسان رجله بتعمل كده ليه؟ لان فيها حاجات كتيرة مميزة الفوت فيها ستة وعشرين عظمة وثلاثة وثلاثين جوينت دول اكتر من ربع العظم اللي موجود في الجسم كله وبالتالي الفوت لها اهمية فيها عدد كبير من المصل سواء انترينسيك او اكسترينسيك اكسترينسيك يعني المصل طلع من الليج مثلا والانسيرشن بتاعتها في الفوت او انترينسيك هي كلها طلع انسيرشن واروجين في الفوت الحاجة التانية الفوت فيها حاجة معجزة تانية انه الفوت بتتحول من حاجة مارنة الى حاجة هارد في لحظات الفوت اول ما بتلمس الارد بتتحول الى حاجة مارنة وبالتالي بتمتص الصدمة وبعد كده مع المشي بتتحول لحاجة هارد ده على فكرة فيه يعني شباتر كاملة بتتكلم ازاي الفوت بتقدر تعمل كده وانا هتعرض لها بسرعة يعني اذا كلمة بايو ميكانيكس معناها ايه معناها العلم اللي بيدرس تأثير الفورس على اللييفينج تيشو رجلينة وهي ماشية بتتعرض لفورس لخبطات تأثيرها ايه على التيشو هو ده البيو ميكانيكس طبعا اكتر حاجة الرجل بتعملها هي الجيت سايكل في الجيت واحنا ماشيين في مرحلتين المرحلة الاولانية رجلي على الارض دي اللي بيسموها stance phase المرحلة التانية رجلي فوق الارض ودي اللي بيسموها swing phase اذا في فترة من الفترات انا حتى بابقى ماشي على رجل واحدة والرجل التانية فوق فيه طيب لما نيجي نشوف المراحل نجد انه الفوت بتتقسم الجيت سايكل اول مرحلة الفوت بتنزل على الهيل سترايك زي كده الطيارة عما تيجي تنزل في المطار وكانوا بيتكلموا قد ايه ده اعجاز الكوتشات بتاعة التكنولوج بتاعة الطيارة انها تقدر تتحمل هذا الحمل الجامد وتنزل به فالهيل سترايك ساعتها الفوت بتبقى صبل مارينة عشان تمتص هذه الصدمة وبعدين الفوت بتاخد ميدستانس phase بتبقى على الارض وبعدين البوش اوف تبتدي الصباع الكبير يزقنا لقدام عشان نتحرك في المرحلة دي الفوت بتبقى هارد رجل وبالتالي يشوف قد ايه في لحظة الفوت بتتحرك بتتحول من حاجة صفت الى حاجة هارد وبعدين بنكمل الـ swing phase وبرضو فيه مراحل يعني اذا كأن الـ pressure بيتوزع على الفوت بشكل بيبتدي من الهيل ويبتدي لغاية ما ياخد الفور فوت حتة ازاي الفوت بتتحول من صبل حاجة مارينة الى حاجة رجل على فكرة فيه يعني كتب كتيرة بتتكلم على الموضوع ده وفيه ميكانيزمات كتيرة موجودة بتفسر على كل مستوى فإذا دي عملية من الحاجات المعجزات عندنا حاجة تانية برضو معجزة وهي الـ heal fat bad اللي هي الـ fat bad عبارة عن لو كلنا نيجي نشوف تحت الكالكنيس هنلاقي فيه fat الفات ده معمول بميكانيزم ان فيه سبتة موجودة وجوها الفات فده بتخلي الـ absorption of pressure فيه عالي وعشان كده لو حصل أطرفي للفات ده بيبقى مشكلة كبيرة وده بيحصل في الناس اللي بياخدوا repeated corticosteroid injection في علاج البلانتر فاشياتي سوى غيره طيب إذا كان الـ biomechanics ده branch مطلوب يبقى موجود في الـ diabetic foot team فلازم نعرف إزاي نشخص وإزاي نعالج عشان يبقى حاجة medical طيب هو الأول بس أنا عايز أقول إشمعنا الـ diabetic subject هم اللي برون أكتر إشمعنا ده ما بيتقالش اللي في الـ diabetes وعلى فكرة بيتقال في حاجات تانية زي الـ rheumatoid arthritis ومريض الـ rheumatoid arthritis ممكن يحتاج إلى custom made in school ويعامل معاملة الـ diabetic foot subject بس الـ diabetic subject عنده حاجات كتيرة ممكن تؤدي إلى إنه يبقى عنده biomechanical abnormalities البوني برومننسز كلنا عارفين الـ clowing of the toes clowing of the toes أحد المانفستيشن of peripheral neuropathy هتخلي برومننت متطرسة الـ head تخلي الـ pressure عالي وكتير جدا ما بنشوف الحتة دي بيحصل فيها ألثر الحاجة التانية إنه limited joint mobility إحنا عارفين العيان الضيابتك عنده حاجة اسمها halux rigidus المفروض الصباعة الكبير ده بيحصل doors friction حوالي 60 درجة في الضيابتك subject دي بتبقى limited وبالتالي بتحط pressure عالي على الـ big two وعشان كده أول ما نلاقي ألثر على الهالوكس نفكر على طول فيه halux rigidus ليه؟ لأنك إنت لو عالكت الألثر دي هترجع تاني فلازم تحل المشكلة إن الـ big two أو الهالوكس ما بيحصلوش doors friction زي النورمال joint deformity فيه الحقيقة joint deformity أشهرها الشاركو إحنا عارفين إن الكرونيك شاركو بيعمل deformity ودايما إحنا برضو متعودين أول ما نلاقي mid foot ulcer نفكر في الكرونيك شاركو على طول لأنها بتبقى هي precipitating factor الكيلس العيان الضيابتك عنده dry skin وعنده كيلس لأسباب كتيرة والنيوروباسي وغيره ودايما لما بلاقي كيلس خصوصا لو لقيتها هيموراجك زي دي بعرف إن فيه تحتها ألثر فالكيلس دي لما تشالت طلع فيه تحتها ألثر الـ ultrad tissue properties إحنا دايما نقول إن عيان الضيابتك عنده glycosylation في الكولوجين بتاعه وبالتالي على الباك بيبقى sick skin على diopterine contracture فدي كلها حاجات بتؤدي بتؤدي إلى إنه يبقى pre-disposed le blunter pressure abnormalities الـ gate abnormalities يمكن إحنا طلبة كانوا في النيورو يقول لك أنواع على الـ special gate يقول لك إن الـ diabetic in europa is a high stepage gate فالـ gate مختلفة بس الحقيقة دلوقتي بقى فيه حاجات كتيرة بيجدوا إنها فيه abnormalities في الـ gate في الـ diabetic subject عن الـ non-diabetic subject زي ما كنت بقول يعني عشان نقول إن الـ biomechanics ده branch يتضاف للـ medicine يبقى إحنا عايزين diagnosis and treatment تعالوا نشوف الأول الـ diagnosis إزاي نشخص الـ biomechanical abnormalities الحقيقة أنا حبتدي بالـ more sophisticated بس مش عاوز حد يسرح ويفتكر إن دي حاجة نظرية مش هتبقى موجودة كلام ده موجود في centers ولو مش موجود أنا حمشي لغاية حاجات حتكون موجودة عند أي حد في أي حتة الـ diagnosis of biomechanical abnormalities طبعا الـ pressure distribution technology ده يعتبر أحدث حاجة وفيه أجهزة كتيرة موجودة المريض أول ما بيدوس على الجهاز بتقيس الـ blunter pressure بدقة في كل حتة في الفوت وتقولك المشكلة فين بالزبط الحقيقة الأجهزة دي كلها موجودة في جامعة المنصورة والحقيقة يعني على ذكر الدكتورة حنان وإنها في الـ IDF في الحقيقة ده مش من فراغ يمكن من سنين طويلة الجهاز ده على سبيل المثال الدكتورة حنان بcommunication خاصة كان أحد الـ patient جابه له هدية فإذن الـ effort بتاع السنين الطويلة ده لازم يجد له تكريم ده جهاز تاني برضو موجود في المنصورة بيقيس الـ blunter pressure العين مجرد ما يدوس على الخطوة دي يبتدي يحصل قياس للـ blunter pressure ويديك إرئاية كل حتة بالزبط الـ pressure فيها قد إيه وبالتالي تقدر تقيس الـ pressure وتقدر تعلله كمان الدنيا اتطورت أكتر إلى أنه يبقى فيه إياس للـ pressure والمريض ماشي وهو جوى جزمته فيبقى فيه انسول ده برضو موجود في المنصورة بحيث افرد أن انا عملت أي أورثوتيكس حطيتها في رجل العين عايز أشوف تأثيرها هي حسنت ولا سوقت فقد رئيس الضغط الـ blunter pressure قبل وبعد بتتحط الانسول دي جوه الجزمة بالشكل ده والعين بيلبسها ويمشي بيها والجهاز يبين لك فيديو كده تشوف الـ pressure وهو ماشي بالزبط ايه اللي بيحصل والتغيرات بتحصل ازاي طيب الـ electronic devices دي لازم نعترف أنها غالية ومش موجودة في كل حتة هل عدم وجودها يعفيني من المسئولية؟ بالتأكيد لا لأن فيه طرق تانية سهلة جدا أقدر استخدمها علشان أقدر أعمل biomechanical assessment على سبيل المثال الـ pressure state ده الـ pressure state ده ورقة كده بتجاب كربون مجرد العين بيقف عليها بتقيس الـ pressure وعلى فكرة احنا في أحد المؤتمرات كنا جايبين من برة في الشنط بتاعتنا واحنا راجعين التيم الـ pressure state دي واستخدمناها فترة في المنصورة وحقول لكم على الـ diagnostic accuracy بتاعتها يعني دي عيانة كانت بتجيلها four foot ulcer وكان فيه عملية بتتعامل اللي يعمله ليه الميتة تارس الـ head فكانت العملية دي منتشرة ودي عملية ما عادش حد بيعملها على فكرة ليه؟ لأنها بتحول الـ pressure من حتة لحتة التانية فالعيانة كان بيجي لها ألصر على الـ first متة تارس الـ head لما عملنا لها إياس الـ pressure بينت المنظر ده الحتة اللي هي عاملة فيها العملية بقت مرفوعة على الأرض مش محملة خالص بس الحتة التانية بقى عليها pressure عالي يعني معنى كده انك انت محتاج تخف الـ pressure ده علشان ما يحصلش للعيانة recurrence تاني طيب في حاجة المارس هاتو ده برضو موجود وحاجة very simple عبارة عن جهاز نفس مش جهاز يعني ولا حاجة ده حاجة ورقة كربون كده وبردو موجودة في المنصورة ومن حاجات اللي كنا بنستخدمها في الأول انك انت تحط كربون وتحط ورقة تحتها نفس قصة الـ pressure state حاجة ما بتكلفش حاجة وتعتبر بفلوسة الحاجة التانية فكروا قالهم البودوسكوب لو انا تخيلت ان انا وقفت المريض على ازازة زي دي ازازة تقيلة وبصت على رجله من تحت حشوف ايه؟ حشوف الـ pressure distribution باين الاماكن اللي متعرضة لـ high pressure فانا اقدر اخد فكرة صحيح مش بارقام لكن اخد فكرة فالبودوسكوب ده ابتدوا يفكروا فيه والحقيقة المنظر ده لما كنا في هولندا دي موجودة على فكرة مش في ضيابتك فوتيم دي موجودة في محلات شوز محل الشوز خصوصا السرابيوتك فوتوير المفروض الراجل يساعدك انه يقولك المقاس المناسب لك وانه ينصحك ايه الجزمة اللي ممكن تناسبك فهي مجرد العين ما يقف على دي المراية اللي تحت دي بتبين المنظر بتاع الـ pressure اللي موجود وتقدر تاخد فكرة على الايه اللي تعمل ابتدى يعمله فوت سكانر سيستم الفوت سكانر سيستم زي سكانر عادي مجرد ما العين بيقف عليه هي بتاخد شكل الفوت والحقيقة العين يقف بتقيس المنظر بتاع السكان وتديك فكرة على الـ pressure تقدر منها تعرف الـ pressure distribution الحقيقة الجهاز ده احنا عملنا زيه بحاجات بملالين فاحنا هو الجهاز ده مشكلته انه هو جهاز سكانر كبير بياخد الرجلتين مع بعض طب ما احنا قلنا ما احنا نعمل الجهاز السكانر العادي جبناه وجبنا الإزازة دي كانت بتاعة الموازين بتاعة الجسم دي اللي هي لان احنا كنا خايفين ساعتها نجيب إزازة المريض يقف عليها تتكسر وتبقى كارثة فجبنا بتاعة ميزان عشان نبقى شهور ان دي حاجة وحطينا السكانر تحت منها وعملنا بتاعه قاله مثال عادية ما تكلفتش عشرة جنيه وحطينا اللي بتاع جواها بقى مجرد العين ما يوقف السكانر بيجيب الصورة وبيدي صور حوارها لكم في في غاية الفايدة يعني مثلا ده منظر العيان انا شايف العين ده عنده شايف صوابعه خطة في الارض وشايف هي بس الكواليتي مش حلوة هنا لكن بيباين الاماكن اللي فيها هاي بريشر من الاماكن اللي ما فيهاش هاي بريشر فإذا يعني حتى العين ده لما اجيبص ألاقي ان الارش بتاعه مش شايل حاجة خالص شايفين الارش كله فوق الارض عكس في الناحية التانية الارش شايل فإذا انا لده ممكن احط له قرش صبورت او ما وزع البرشر على الفوت كلها طيب انا ما عنديش كل ده وما عنديش حاجة خالص الانسبكشن الانسبكشن استخدم عيني الانسبكشن بس دايما الانسبكشن عشان نعمل انسبكشن صح لازم نعملها بتكنيك صح احنا دايما لما بنقول للطالب حتى اعمل الانسبكشن للابدومن نقول له ايه نقول له لازم تبص تانجينشل وتقف عند رجل العيان وتقف عند السرير وتبص تانجينشل فلازم تبص صح عشان تبص صح لازم تكون في الليفل بتاع العيان عشان كده في معظم ضياباتك فوت كلينك بيبقى فيه حاجة زي كده وبرده موجودة في المنصورة المريض وهو ماشي وانت قاعد تحت شايف رجله قدامك وشايف ايه اللي بيحصل فيها طب دي ممكن تبقى مفيدة اه ممكن تبقى مفيدة ممكن انه العيان ده اللي عنده هالوكس ريجدس الهالوكس ريجدس اه العيان لما هو ماشي صباعه الكبير ما بيتتناشي لازم لما اجي اشوفها اشوفها والعيان ماشي والعيان على ويت بيرنج وهو محمل على رجله طب افرد انا ما عنديش حتى دي انا ممكن والعيان نايم على السرير انا بعمل صبورت للهيل يعني لما اجي لما اجي اشوف العيان ده عنده هالوكس ريجدس ولا لا لازم اعمل صبورت ممكن اضغط بصباعي هنا او اعمل صبورت بايدي على البلانتر فوت بحيث ان انا اشوف فيه فانكشنال هالوكس ريجدس ولا لا وزي ما قلنا ده حاجة كومن وبتعمل مشكلة كبيرة فيه حاجات تانية الفلات فوت الفلات فوت بيبان من العيان هو واقف واحنا عارفين دي مش حاجة قليلة كانوا بيطلعوا الناس بالجيش منها ولو انا عندي ارثوتيك انا ممكن اشوف الارثوتيك دي مناسبة ولا لا حتى بالانسبكشن احطها على رجل العيان الاكسيسف برونيشن او الاوفر برونيشن شايفين الرجل عاملة ازاي وممكن تبقى الصباينيشن انا ممكن ااخد فكرة وعلى فكرة دي كومن واحنا حتى بعضنا بيباع عنده الحكاية دي وممكن يلاحظ ان الجزمة بتاعته دايما بتتعوج شمال بتتعوج يمين يعني على حسب فلو انا عارف البيوميكانيكا الابنورماليتز هقدر اصلح المشكلة طيب زي ما قلت طالما انت عاوز دايب برانش او سبسبيشياليتي لازم بيبقى فيه تريتمينت الحقيقة في التريتمينت هو التريتمينت هو اللي بنسميه ايه اللي بنسميه اوفلودينج اوفلودينج يعني ايه ان انا العيان اي واحد عنده مشكلة في دراعه بنقول له علق دراعك ما تحملش عليه عنده فراكشة بتجبسه بس الرجل دي حتعمل فيه ايه الرجل مش هتقدر تشيل البراشر لكن تقدر تخفف البراشر وده الموضوع اللي حتكلمنا عليه الدكتورة ولا في الاخر انا عايز اقول انه الديابيتس بالرغم من ان احنا بنقول عليه بايو ميكانيكال ديزيز الى انه بايو كيميكال ديزيز الى ان البيو ميكانيكال اسبكت are very important ولازم تبقى بارت من our assessment البيو ميكانيكال اولتريشنز في الضيابيتس are common لاسباب كتيرة ان يوروباسي والديفورمتي وغيره زي ما قلت لازم اعمل بايو ميكانيكال اسسمنت عدم وجود الاجهزة ليس اكسكيوز ابدا ان انا ما عملش بايو ميكانيكال اسسمنت انا قدر اعمل حتى لو بسيمبل انسبكشن وشكرا جزيلا لكم